الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وقف بلغ الإسلام لأوروبا وأمريكا قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب حينما بعثه إلى اليمن فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم والحديث في الصحيحين حقيقة يعلمها الجميع فقد أضحى الإعلام الفضائي وعبر الإنترنت من أوسع وأسرع أبواب الدعوة انتشارا ووصولا للعالم وتحتفل قناة هدى الفضائية هذه الأيام بمرور عشر سنوات كاملة على تأسيسها وتكريس جهودها في عالم الدعوة الفضائية حيث كانت سببا في اعتناق كثير من غير المسلمين دين الإسلام وتتحدث الأرقام عن نفسها فقد بلغ عدد مشاهدي القناة خمسا وستين مليون مشاهدا عبر الشاشة مئة وعشرين مليون مشاهدة عبر الإنترنت ومئات الآلاف عبر وسائل التواصل الاجتماعي والآن فها هي قناة هدى تعلن تحولها إلى شبكة هدى الفضائية لتخاطب مليار وثمانمائة مليون نسمة يتحدثون باللغة الإنجليزية في أمريكا وأوروبا وإفريقيا بالإضافة إلى من يتقنها كلغة ثانية في جميع أنحاء العالم ويتحتم وصول شبكتنا لهذه البلدان لكي تستنير بنور الإسلام ويحل بها وبقلوب شعوبها السلام والاطمئنان كما قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ولكي ينتشر بها العدل والأمان قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ولكن ماذا يستدعي الأمر لشبكة هدى لفعل ذلك؟ إن الأمر يتطلب ما يلي بذل المحسنين ودعم الموسرين من أهل الخير لتغطية تكاليف تكاليف البث على الأقمار الصناعية كمثال قمر هوتبيرد ويغطي قارة أوروبا بالكامل وشمال إفريقيا والشرق الأوسط قمر جالكسي 19 ويغطي قارة أمريكا الشمالية بالكامل قمر النايل سات ويغطي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأجزاء من جنوب أوروبا كيابل البث في أمريكا الشمالية وتغطي الولايات المتحدة الأمريكية بالكامل كيابل البث من خلال الإنترنت IPTV في بريطانيا وتغطيها بالكامل تكاليف الإنتاج للبرامج الدعوية وتجهيزاتها وتبلغ التكاليف التشغيلية السنوية من رواتب الدعاة والعاملين وأصحاب الخبرات الفنية المتميزة حوالي 6 ملايين ريال فقط وحتى يستمر العطاء في نشر الإسلام ويستمر أجر صدقتك ها نحن نفتح لكم باب التجارة مع رب العالمين في وقف بلغ الإسلام لأوروبا وأمريكا الثاني والثالث تكلفة الوقف 52 مليون ريال وهو عبارة عن عقارين الأول مستودع مؤجر تقدر قيمته بـ 42 مليون ريال وريعه يبلغ حوالي 3 ملايين ريال الثاني عبارة عن عقار بقيمة 13 مليون ريال وريعه مليون ريال وتمتلك القناة بفضل الله وقفين سابقين بريع مليون ونصف في السنة وهناك وقف وعدت به القناة يبلغ ريعه ما قيمته 800 ألف ريال ولكن بدون تملك للوقف وبهذا فلن تحتاج قناة هدى الإنجليزية إلى أي تبرعات لتغطية تكاليفها ومصروفات تشغيلها السنوية إلا ما يحتاج إلى تطوير وهذا يتأتى من خلال الرعايات والدعايات وغيرها والوقف من ميزات الإسلام وخصائصه ولذا ما كان من صحابة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من لم يجد معه ساعة إلا أوقف إنها صدقة جارية لك ولوالديك ولمن تحب رؤيتنا القادمة تأسيس خمس قنوات بخمس لغات في خمس قارات في خمس سنوات وبتكلفة خمسين مليون دولار اللغات المستهدفة هي الإنجليزية الفرنسية الإسبانية الألمانية البرتغالية وهي الأكثر تأثيرا وانتشارا في العالم مع ملاحظة أن هذه القنوات ستكون هي أول خمس قنوات تتخصص في دعوة غير المسلمين شبكة هدى هي الآن شبكة وقفية لها حساباتها الخاصة وبنظارة شرعية معتبرة كن معنا لتكون قناة هدى نور في كل بيت حسابنا في مصرف الراجحي S.A. 778 أربعة أصفار أربعة سبعة صفر ستة صفر ثمانية صفر واحد صفر صفر خمسة واحد 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 تسعة 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 أربعة أصفار ترجمة نانسي قنقر